الله الرحمن الرحيم. انا هيبا وجيه مندرس امراض صدرية. هنكمل مع بعض اه جزء بارده. احنا اتكلمنا مع بعضه عن البرونكيا الازمة وبالموناري فونكشن. هنكمل مع بعض اللي هو جزء احنا طبعا قلنا ان الازمة والسيوب دي قلنا الفرق بينهم في الباصل السيوريجي. قلنا ان عيان ده عيان بتعرض لسواء كان او 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 اي سواء كان في او 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 دي بتدخل على يبقى الصيد بتاعنا هتعمل بعد كده يتحول الى وبعد كده يبقى يبقى يعمل لي تمام? وقلنا عشان يحصل البروسيس ديت لازم العيان يبقى بفوق سن الاربعين سنة عشان كده بتاع السيوب دي بيبقى فوق سن الاربعين سنة. اما الازمة بيبقى اقل من سن الاربعين سنة وبيبقى كمان عشان اللي فيها ممكن تبقى في الاتشايلدهوت كمان. ماشي يبقى فوق سن الاربعين سنة. السمتوم بتاعته بتبقى اللي هي الكاف الاكسبيكتوريشن اللي هو عشان اه هو ايروي ديزيز بيقصر على والالفيولاي. فالسيمتوم بتاعته هتبقى وديسنيا. الديسنيا طبعا بتبقى دايما موجودة في في بتاعها بتبقى ايه? بتبقى الديسنيا موجودة تقريبا في معظم الديسنيا في نهاية هيبقى وديسنيا هي ديت السيمتوم لكن السيمتوم بتاعتنا بتبقى ديلي سيمتوم وبتبقى يقول مسلا انا كنت من السنة اللي فاتت بروح الشغل ماشي السنة دي بروح الشغل راكب بعد كده بتبقى ايه? يبقى المريض بتاعي بيبقى ميدل ايج او بيبقى عنده سواء كان شغال في مصنع سواء كان عايش في منطقة زراعية مسلا زي او ان هو يكون اه اه بتاع ده سموكر فلازم يبقى فيه وجاي بيه كف وكف وديسنيا وفهمنا يعني ايه ما فيش العيان ما بيرجعش ليه بتاعه اه اه اللي هو تاني بيبقى فيه للديزيز طب ايه الفرق بقى ليه العيان البرونكيا الازمة بيبقى على رغم من ان ده في الاروي والازمة بتبقى آآ الاتنين حتى بيعتبروا من لكن الفرق منهم في الخلايا الخلايا بتاعت البرونكيا الازمة كانت مستسيل وازينوفيل وبتعمل لكن الخلايا بتاعت السوب دي بتبقى مالي نيوتروفيل وفي الاندستيش بتبقى ايه آآ النيوتروفيل والانفوسايت فهي في بتبقى يبقى السمتومز بتاعت السوب دي بتتميز انها بتبقى والسمتوم بتاعت البرونكيا الازمة بتتميز انها بتبقى سيمتوم بتاع البرونكيا الازمة بيبقى اما بتاع السقوب دي بيبقى يبقى عيان جايلي سنه وفوق سن الاربعين سنة بيشتكي من وفوق سن الاربعين سنة طبعا ما بيبقاش عنده فامن مابقاش عنده تانية والكنام ده والسيمتوم بتاعته اجا فحصه ممكن الاقي فيه العيان عامل عشان يحسن بتاعته بتاعت المصل بتاعته ممكن الاقي فيه برسد لب ريسنج ديه اللي هو الميكانزم بتاعها ايه الميكانزم لما نجي نتكلم عن ده هيدينا ان الكرونيك بصراكة ببلموناريديزيز منه نوعين كورونيك برونكايتس هو همفيزيمة كورونيك برونكايتس لما بيحصل كورونيك في فيه هيحصل ايه هيحصل بعدها بعضها كورونيك ويحصل ناروينج لليه لما الناروينج لليه ده يحصل هيحصل عندي ان الهوى هيدخل وايه وما يخرجش اللي هو اسمه الثاني الايرتراب. مع كل نفس بقى الطايدة البوليوم اللي داخل. مش كله بيخرج. مع كل نفس هيبقى هيحصل عندي يجمع الاير جوه اللون ويعمل ايه? ويعمل عندي هايبر انفليشن. يبدأ يحصل دستراكشن للانترالبولار سيبتا. وزاود ايه? وزاود فيبروزيس. اللي هي اللي هو بتاع ايه? بتاع الامفيزيمة. يبقى يبقى الامفيزيمة. وبيديه منه نوعين. اللي هو المين افكشن بيبقى للسمول ايرويز. والامفيزيمة الصيب اللي هو المين افكشن بيبقى على مستوى الايه? اللي بيحصل دستراكشن الانترالبولار ستة. وزاود ايه? وزاود فيبروزيس فبتقل السيرفيس ايريا بتاعت الجاز اكس تشيج. فالإحنا لما نيجي بقى نشوف العيان هنلاقي العيان بتاع الكرونيك برونكات الصيب ده بيبقى قبيز لكن العيان بتاع الامفيزيمة الصيب ده بيبقى بيبقى الويت بتاعه انضرويت. تمام? العيان اه بتاع الكرونيك برونكاتيس اه طيب اللي هو الكرونيك برونكاتيس طيب بيبقى اه لايبه الاكتر انه يجي له فممكن الاقي فيه سينترال سينوزيس عيان الامفيزيمة مش اه الرسبيراتي رفيليار فيه بتبقى متأخرة شوية عن عيان الكرونيك برونكاتيس طيب او بلو بلوتر طيب عشان كده التاني اسمه بلو بلوتر طيب لانه ممكن يجي به سينوزيس اه ممكن الاقي بقى ده بيبقى ده بيبقى منقود في عيان الامفيزيمة ليه? المفروض ان اللي هي اه اخر حاجة في بتاع برونكاتيس بيبقى ما بيبقاش فيها بيبقى الصبورت الوحيد فيها اللي هو بتاعة زي ما يكون بلونة كده شدة على بتاع ايه? بتاع دي. فلما اتقطعت في الامفيزيمة ايه اللي يحصل لها? هيحصل لها كل لابس. تمام? فده ربنا الالهم عيان الامفيزيمة بيه انه يعمل عشان ما يخرجش الهوى اللي موجود في مرة واحدة. بيعمل بيعمل زي ما يكون جوة عشان ما يحصل لاش كل لابس اثناء ايه? اثناء فهو ما بيخرجش الهوى كله مرة واحدة. لو خرج الهوى كله مرة واحدة يحصل لها كل لابس. فبيخلي شوية هوا جوة اللي هو بسطة عشان خاطر تحافظ على بتا سي بتاعة ففي جينرال ممكن الاقي بروفوسوريا اللي هو عامل للعضلات الشولدر جردل عشان يحسن بتاع رسبايراتوري مصل. آآ بلاقي بجينرال سينوزز وبقى ده مين اللي في طيب? ممكن الاقي بيرسل بريسنج وده مين اللي بيبقى في البنك بفر او ايه? ايه? بتاع ايه? بتاع السيقو بدي. دي الجينرال ممكن الاقي لو هو دخل ايه? لو هو دخل في كورب المونال. ممكن الاقي العيان بيستخدم زي طيب باللوكال بلاقي طبعا في الانفيزيما بلاقي بارل شيف ديشست وده اكيد هتاخدوه في جينرال في في الاجزامي نيشن في اللوكال اجزامي نيشن في الانسبيكشن. اول حاجة بلاقي بارل شيف ديشست اللي هي بلاقي فيه زيادة في الانترو بستيرو ديمتر بيبقى مول اوليس اد ترانزفيرز بلاقي ويت سابكستا الانجل بلاقي ترانزفيرز ريبس وده بتبقى في الانفيزيم تاستايب نيلي او في لما بيبقى العيان ادفانسة انفيزيمة طبعا سواء كان كورونيك برونكايت استايب او انفيزيم تاستايب بيبقى فيه لكن مين فيهم هو ده اللي بيحدد الفينوطايب بتاع ايه السيوبي دي هو بلو بلوتر ولا بنك ايه بنك بافر بعد كده ده بالانسبيكشن بالبالبيشن بلاقي فيه لما تشيست اكسبانشن بايلاترال بالبركاشن بلاقي عشان الايه الانفيزيمة بعد كده بالاسكالتيشن طبعا بسمع فيه بسمع الويزيس ممكن اسمع على البيز بتاع يعني بتاع العيان دي مكتوبة برضه ان احنا ممكن نسمعها في ممكن اسمع او في الانفيزيمة طبعا عشان ايه حصل ايه دي استراكشن للانتر الفولر ايه كم يبقى ده والبالبيشن والبركاشن والاسكالتيشن طب هل انا ممكن هلاقي في عيان السيوبي دي مش فيه شرق ليه عيان السيوبي دي مش ضمن في عيان ايه في عيان السيوبي دي تمام طيب اعمل له لو عملت له بقى هلاقي فيها يبقى انا جاي لعيان فوق سنة لاربعين سنة ليشتكي من اه بيتعرض لاريوتانتي ماتيريال لقيت عنده كورونيك وكورونيك اس بيوتان بروداكشن وديسنيا افتراد والانست وبروغريسيف ايه وبروغريسيف كورس اه بعد كده عملت له ايه طبعا الجلد ستاندرد الاسبايرومتري فاحنا اتكلمنا عنه اكتر من مرة بلاقي فيه ايه ديزيز ان انا بلاقي الاف ايه بيورنه الاف في في سي لاتنين قليلين والرشيو اقل من ايه سبعين وبعد كده بشوف طبعا بتبقى اقل من اتناشر في المية عند متين ميلي اللي هي كانت كانت عالية في البرونكيا الازمة لان احنا اتفقنا ان ده مش ريفيرسابول ديزيز ده بروغريسيب ديزيز بعد كده ممكن الاقي بقى الديقي اللي سي او قليل في حالات ايه حالات الامتزامة الصيب لان اللي بيبقى فيه الانتر فبتقل بتاعت ايه بتاعت الجاز اكس تشينج طيب انا لو عملت للعيان ده ايه بي جي ارتير البلاط جاز اللي هي الايتم الثالث بتاع البلمونري فونكشن هلاقي فيها ايه احنا اتفقنا ان لما بيبقى ان عملية بتبدأ بوردر من هروح الانتر كوستان مصل والديافرام يحصل لهم يدخل الهوى من برة الجوة آآ بفرق الضغط وبعد كده هيحصل بس بريكويل الانتر كوستان مصل والديافرام والالفيولاي ويخرج الهوى من جوة البره ودي عملية ايه البنتليش واي ديزيز بيأثر على عملية البنتليشن بيعمل ايه طيب طور على طول. اما المشكلة لو في مشكلة في كما نفسها بتعمل ايه بتعمل طيب زي السيقو بديه اللي هو ليه? لان لان السيقو طو اللي بتسلبل فعلشان كده احنا لما بنيجي العين سيقو دي ببقى فيه لهايبوكسيميا لما بيحصل ليه? 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 طيب بيحصل ليه? هو المفترض ان انا جزء ده اللي هو الاولاني عشان تدخل هوا وتخرج هوا. عين السيقو بديه ده بيبقى عنده فكسد فلما بيحصل بيقعد فترات طويلة المسز بتاعه بتكون تراكت اجانست الهوا ما بيخرجش بسهولة فبتكون تراكت اجانست الريسيستانت فليه طرقون بيدخل فيه مصف الفاتيج فعلشان كده السيقو طو بتاعه بيعلى وبيدخل في طيب فيه بتاعه لابقى هاتبقى 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 لما بيدخل فيه مصف الفاتيج طب ليه? عيان البرونكيا الازمة ما بيحصلوش الكلام ده لان المصف لان العيان بيبقى لكن عيان السقو دي بيبقى عنده برضو ولعلاج وعلاج الفاتيج ايه? في عيان البرونكيا الازمة بين الاتاج بيبقى فيه اللي يصلي مصل ما بيجمعش سيقوته على مدار العمر لكن عيان السيقو دي عشان هو بيفضل buen dadurch المصف فيージيرز تراكت اجانست الريزيستانس فبيجمع سيقوته على مدار ايه على مدار العمر عشان كده السيقو ممكن يوصل لليبلز عالية في عيان السيقو دي لكن البرونكيا الازمة ما بيوصلش فيه زعالي عشان كده لما اخدنا في الازمة كتبوا هيبر كابنيا وتاكاتو محددوش لكن هنا في السوق دي هنحدد اللي هو السوق اكتر من سبعين لان السوق دي اصلا في السوق دي بيرفع مع مدار العمر تما بيحصلش ايه افكشن للكونشواص بتاع العيان والعيان بيتعود على زعالية من السوق دي لكن بالنسبة ليه البرونكيا الازمة اول ما يجمع سيوته حتى لو سيوته بتاعه خمسة يعني سبعة واربعين او او خمسين ممكن يبقى تكونشواص ليفل لان هو ما بقاش متعود ايه متعود عليه تمام طيب انا عمان اقول دايما ان السوق دي فكسد سيمتوم وفكسد يعني ليه الرشيو الرشيو قال لي من سبعين يعني ايه فكسد رشيو يعني العيان يجيلي في كل زيارة او مهما يجيلي عمر الرشيو بتاعته ما تبقى نورمل لكن عيان الازمة ممكن الرشيو بتاعته تبقى نورمل ان بتوين الايه الاتاك تمام طيب يبقى احنا عندنا ديت عبارة عن يعني او بيبقى ايه بيبقى ايه بيبقى ماشي بيبقى منه البنك بفر طيب اللي هو الامكيزيمة بتاع النتيجة وزاوت فيبروزيس بيبقى فيه تلاتة ساكسسيف منصل على على الان لمدة سنتين متتاليتين وما حدش عاد بيعتمد على اه ده ده قلنا ريسك فاكتور اللي هو الاكسوبوجر اللي اردنتيماتيريال اللي سموكينج انفيرومينتال اوكيوشنال اكسوبوجر ديرت انفيرومينت اللي هي في الناس اللي عندهم لو سوش اوكونوميك كم ده اللي بيبقى فيه ميوكا صايب الانفيزيمة على مستوى السيتي وعلى مستوى الباصولوجي ممكن تبقى سنتر لوبيلار انفيزيمة اللي هي موجودة في الابرلوب البان اسينار انفيزيمة بتيجي مين لي في اللورلوب والبراسفة الانفيزيمة بيتأفكت البريفري بتاع ايه بتاع اللان انا طول الوقت عمالة بقول عيان السوب دي بيجي فوق سن الاربعين سن عشان ده بياخد وقت فالعيان بيبقى بريزنتت فوق سن الاربعين طب لو لقيت بقى انفيزيمة في اقل من سن الاربعين سنة يبقى فيه جينيتك فاكتور فيه الموضوع اللي هو الالفا وان انتتريبسن اي ديفيشنسي البان اسينار انفيزيمة بتبقى مين لي في الالفا وان انتتريبسن ديفيشنسي في كده الكلينيكا البرزنتيشن يبقى العيان جايلي بهيستوري اكسبوجر ليريدان دي ماتيريال ميدل او قولد ايجي فوق سن الاربعين سنة القاف بتاعته بتبقى موجودة سروق او الزداي وبتبقى الميوكاستيكتيشن بيبقى بيرولانت في الاكسسيربيشن والديسنيا اون اكسيرشن ممكن العيان يشتكي من ايه من ويزيس وبعد بالجينرال اكزامنيشن بلاقي فيه بروفسوريا الاتتيتيوت بلاقي فيه بلاقي فيه بلساس بارادوكسيكاس بلاقي فيه دي كريز اللينس بتاع الاكسرا سوراسي اكتراكية اللي هي الديستنت من السوبراستيرنا النوت شوية الكريكويت كارتليج وده بيبقى سببه اللوف لا الديافرام حصلت ازاي ديت المفروضة ان اكتراكية بيبقى حوالها شيس الشيس ده مرتبط بتندن لديافرام فلما الديافرام يبقى ديستنت في حالات الانفيزيمة لان الانفيزيمة بتضغط كمان على الديافرام هيحصل عندي بتاع الاكسرا سوراسي اكتراكية وتراكية اللي هي الانسباراتوري تراكية الطاج ممكن نلاقي اكسيباراتوري اكسيسري ماسلز اه بلاقي كمان اه في الانسبكشن قلت بلاقي برشيب ديشيس اه بانسبكشن ممكن اشوف كمان هوفر ساين في انسبكشن بتاعنا وده طبعا كله بتاخدوه في الانسبكشن الهوفر ساين اللي هي بارادوكسيكال اه انوورد موفمينت ليه الانتر لاله هي لالكوستان مارجن بارادوكسيكال اه انوورد موفمينت الكوستان مارجن اللي هي الهوفر ساين وده نتيجة برضو مليء اللو فلاد اه دايافرام اه ممكن الاقي اللي هي اه اللي هي ريتراكشن اللوور انتر كوستال اه اسبيسيز مع الانسباريشن وده من علامات برضو اللو فلاد اه دايافرام اه بالبالباشن بلاقي بالبركاشن بلاقي هايبر ريزونانس بالاسكالتيشن بلاقي ديستانت او ديمينش ديبريس ساوند ممكن نلاقي ماشي همكن نلاقي في البلو بلوتر طيب همكن نلاقي دي مالور لمب وعلامات الراية اه سايدة لو العيان دخل في كومبيليكيشن اه الكور بالمونات تمام? اه ده معناها ان العيان دخل في ماليجنانسي او دخل في اه برونكيكسيز ويعنينا ده منظر عيان البنكبافر اللي على الشمال بيبقى رفيع واخد بروفسوري وفي بيرس اللي بريسنج البلو بلوتر بيبقى غالبا بيبقى ايه تخين وبيبقى ساينوز لشان ايه ايه تمام? ده اللي ايه اللي احنا ممكن نعملها اه البلونات ايكس الري طبعا هيبقى فيها في حالات الامفزيمة اللي هي بيبقى فيها دياكرام اه اللي هو يعني معناها نارو كاردك شادو كمان بلاقي فيه كل وكل ده بتاخدوه في محافظة الراديولوجي البلونات بلاقي الافي اي وان والافي بي سي قليلين والرش قليلة بلاقي فيه زيادة في التوتال لانجي كاباستي في الادبانسة امفزيمة اه الدي اللي سي او بيبقى قليل برضو في الادبانسة امفزيمة الاي بي جي ايرلي هايبوكسيميا وليت هايبر كابنيا لما بيدخل فيه تمام ممكن نعمل ايكو عشان نشوفه دخل في كورب المونال ولا لأ والالفا وان انت تريبسين ديفيجنسي آآ ليبل بعمله لو العيان جايلي اقل من سن الكام اللي اربعين سن لاني بدام عيان جايلي في سنه صغير يبقى بتوقع الجينيتك ايه الجينيتك اه يعني فيه جينيتك آآ ديزيز عنده زي الالفا وان انت تريبسين اللي هو بيبقى فيه آآ آآ بيبقى فيه ليه البروتييز انت بروتييز فبيبقى فيه الانتر الفولر ايه سبت تمام? في حاجة اسمها الجولد الجولد دي الجايدلاين اللي كل سنة بتنزل عشان تعرفنا ازاي نشخص ونعالج السوق بديه بتقسم طبعا على حسب بتقسم طبعا السوق دي الى ميل ومودرة وايه وسبير وفيري سبير اللي احنا قلناها في البلمونالي فانشن لو قال لي من سبعين والف ايه في وان اكثر من تمانين يبقى ميل من تمانين لخمسين يبقى مدرت من خمسين لتلاتين يبقى سبير اقل من تلاتين يبقى فيري سبير واحنا قلنا كمان بنعمل ايه هنا مش مش هتبقى موجودة ده اسمه بدي كل ده حاجات بتعتمد عليها عشان تعمل بتاع ايه بتاع دي في الاخر بيتقسم الى ايه و بي و سي و دي على حسب اللي قلنا الفرق بين السوق دي والازمة وبيبقى كمان بيدخل في بتاع الهارت فيليار والبرونكيكسيز اي عيان بقى بيكوح بقى لان هو العيان بيبقى عنده كرونيك كاف بيدخل في بتاع اي عيان عنده كرونيك كاف ادى السوق دي عنده هستروف سموكينج ده بيبقى عنده هستروف ألرجي هنا بيبقى هنا بيبقى بيبقى العيان ايه نورمل اه ماشي بتاعة هنا مكتوب برضو برضو لكن هنا بتبقى ماركد تمام اه هنا اللي بيبقى تقيلهم انت بيبقى دايما موجود لكن في الازمة بيبقى موجود في بس لان بتاعة السوق بدي برضو اللي هو مورس بايراتوري فيليار والاكس سربيش الاكس سربيشن بتاعة السقب دي بتبقى في زيادة في السمتم اه سواء كانت تركافه الاكس بكتوريشن او الديسنيا والاكس بكتوريشن كمان بيبقى يلوش ان كالر يعني او ايه الامونت بتاعته ايه بدي طيب المانيج منت بتاع السقب دي ده عيان بتعرض لاريتانتي ماتيريال بتعمل له اه بتعمل له كرونيك انفلاميشن في الاروي وبعد كده بيتيه بيه فايبروزوس فاحنا ممكن نوقف الاكس بوجة الاريتانتي ماتيريال اللي هي والاير بوليوشن اللي هو متعرض ليه ممكن اللي هو بيجيله بنتدله الباكسين اللي هو ونيمو فوكا الباكسين عشان نحافظ على ايه? عشان نحافظ عليه من والاكس سربيشن اللي ممكن تجيله الفارماكولوجيكا بتاعنا انا عندي فبدي انفلاميشن لكن هنا بقى الاسترويد ما هواش سواء ما هواش وفي الاسترويد لالسقب دي لانه كان وفي الازمة لان الخلايا اللي بتدخل فيه بتاعة الازمة هايلي استرويد رسبونسف ان هما اللي يزينو في فبتبقى لكن هنا السقب دي بتبقى الخلايا بتاعته ما بتجيبش رسبونسة على الاسترويد فالاسترويد بنيديه فقط في الاكس سربيشن والسيفير ايه والسيفير سي او بدي لانه لانه ما بفيش رسبونسة على الخلايا بتاعته لكن في نفس وفي نفس الوقت بيعمل لي مصل او مايوباسي فبيصرع الدخول في فالانتي انفلاماترو دراكز اللي هي الكورتيكوسترويد بيبقى بريزيرفة اللي هو الانهيلد استرويد والسيستيميك استرويد بيتعطى فيه الاكس سربيشن بس في فوس وضايق اللي هو الروفلموناس ده برضو مكتوب كانتي انفلاماترو تراكز في السي وبي دي والبرونكوضايلاتور طبعا اللي هي والإبراتروبيا والسيوفيلة تمام هنا بقى كراسيفكيشن الجولد جايد لاين عاملاه ام تأدي آآ اللي هي اللونج اكتنج آآ انتي ماسكارينيك واللابة اللي هي اللونج اكتنج آآ بيتا تو اجونيس والفسفوضايق سريز انهيبتور وامتا دي الكلام ده هنلاقي دايما ان احنا لو لاحزنا اللي هو الايه بياخد لما طبعا هم اسمينهم ايه وبي وسي ودي على حسب الكات اللي هو كده للسيمتوم بتاع ايه بتاع العيان وعلى حسب اللي موجود في الخط الرأسي والخط الافقي اللي هي السيمتوم تمام فبيقول لك الايه اللي هو بيبقى آآ بياخد آآ لونج اكتنج آآ انتي ماسكارينيك آآ آآ والبي بياخد الاتنين مع بعض والسي بياخد الاتنين مع بعض او معهم الفوسفوضايق سريز انهيبتور هتلاقي حضرتك بقى ايه wiu موجودة لكاتيجوري دي اللي هو اللي هو لكن مش من البداية بنيدي انهيلد استرويدي بقى في الاول بنيدي برونكو دايليلاتور يا واحد يا واحد منهم في البي wurdenدي في السي هو الليiency لهisine مoria البسوسفوضايق سريز انهيبتور لكن بتتعاطى في ما اتفقنا اما الاكسسيربيشن زي الاكيوت سيفير ازمة بالضبط بندى بندى بدي اكسوجين سيربي وبدي سواء نون انفيزيف او انفيزيف تمام طيب امتى بقى اقول للعيان يبقى داعي علاج الاكسسيربيشن زي ما قلقى بقى امتى احط العيان على برضو لو بقى 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 فيه ابدونا البرادوكس لو فيه اقل من خمسة وعشرين والسي قطو اقل من كان من سبعين لكن احنا في الازمة محطناش قطوف قلنا اي هايبوكسيميا او اي اي هايبر اي كابنيا رزيستنت هايبوكسيميا واي هايبر كابنيا بيبقى هنا الاكسوجين سيربي ده اللي هو الهوم اكسوجين امتى قول العيان انت خلاص بقى ولازم تروح على اكسوجين قالك لو بعد البيوتو بقى خمسة وخمسين او اقل من تمانية وتمانين هنا لازم يروح على اكسوجين سيربي والاكسوجين سيربي يعني طول اليوم اربعة وعشرين ساعة في اليوم. هي نوت آآ انت الربط على حسب الاكسرسي تمام? ببدأ اعمل بقى الشيست فيزيوسيرابي لان خلاص عضلاته ضعفت فببدأ اعليمه. ماشي زي اللي احنا قلناه كونفيوجن بارزيستانت هيبوكسيميا باكتر من سبعين او اقل من خمسة وعشرين لان قلنا ان ده بيبقى فالعيان بيدخل في الاسباراتوري مصر الفاتيج على مدار الايه الوقت فبتعود على السيوتو العالي لكن عيان الازمة تلاقيه مكتوب فيه اي سيوتو بروح اه انديكيشن. فيه بقى السيرجيكال تريتمنت ليه الازمة. قال لك البولي ديها الانفزيونكس بولي اللي تكونت ضغطة على وضغطة على الديافرام ومقللها بتاع العيان تم نقفلها عشان ايه? عشان تتقفل يعني زي ما يكون باللونة وبنصفطها كده على اساس ان احنا نقلل الضغط على بقية اللانج وعلى الديافرام. فبيعملوا حاجة اسمها اما يعملوا ده بالجراحة ان هم يعملوا باللوكتمية يشيلوا الجلي خالص اه او ان هم هي يعملوها بيه البرونكوسكوب اللي هو البرونكوسكوب طبعا في كل بيبقى يبقى يبقى احنا قلنا عيان سن الاربعين. اه حصل له جاي بسيمتوم بيبقى منه نوعين طيب وقرونك برونكوس طيب. اه اه علشان اللي هو الارتراب اه بعد كده بجنرال اكزامنيشن بلاقي بيرسد ليب بريسنج بلاقي بروفسوري الاتيتيود بلاقي بيستخدم الاكسسوري مصر بلساس برادوكسكاس بلاقي اه اديما لو دخل في كورب المونال باللوكال اكزامنيشن بلاقي بارلشيب ديشيست هوفر ساين اللي هي برادوكسكال اندرونج للكوستال مرجن وليتن ساين اه بالبلبيشن بلاقي بالبركاشن بلاقي في الاسكالتيشن بس مع ويزيس وممكن كريبيتيشن وبعد كده بعمل بتبقى دايما 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 الرشيو قال لي من سبعين. اه بشوف كمان دي سي او بلاقي قليل بعمل جريدينج سبيرتي ما بتبقى قليلة. اه بعمل بعد كده الاي بي جي بلاقي ايرلا هيبوكسيميا وليت هيبر كامنيا. بلاقي فيها برضو هيبر انفليشن. اه بعمل اه بعد كده الاي سي جي والايكو عشان اشوفه دخل في كورب المونال ولا لأ. اه الالف هو الانت تريبسن فقيسه لو العيان جايلي في سن صغير اقل من ايه من اربعين اه سنة. اه ببقى بتوقع ان فيه جينيتك اه 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 ببقى فيه بروتيز انت بروتيز انت بروتيز امبالنس. اه بعد كده التريتمنت بتاعي الانت انفليماترو الدراج اللي هي الاسترويد درها ضعيف. هنا لان الخلايا ما هياش استرويد ريسبونسف. بعد كده ويدخل فيه مايوباسي بتبقى اه اه طبعا عشان اقلل اه بدي كمان الانفليوانزا وانهم كوكا الفكسين بدي برونكو دايليتور وهي فيه عندي سيرجيكال تريتمنت ويه اه اه السيرجيكال تريتمنت ويه البرونكوسكوبك ايه تريتمنت وفي كل اه بيبقى فيه لانكتران سيبلان تيش. شكرا.